اغتال مسلحون مجهولون الداعية السلفي الدكتور عبدالرزاق البقماء احد ابرز قادة الوية اليمن السعيد القوة المشكلة حديثا بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية وقالت مصادر محلية ان مواطنين عثروا على جثة الدكتور البقماء مقتولا داخل سيارته في طريق فرعي بمديرية الوادي جنوبية محافظة مأربة في حادثة ما تزال تفاصيلها غامضا وكان الدكتور عبدالرزاق البقماء يتقلد منصب اللواء الاول في الوية اليمن السعيد التي اعلن التحالف العربي لدعم شرعية في اليمن عن تشكيلها في يناير الماضي وهو من احد ابرز القيادات السلفية المعروفة بموقفها المناهض لمليشيات الحوثيين ولم تعلق الجهات الحكومية في اليمن حول عملية استهداف البقماء في حين لم تعلن اي جهة تبنيها للعملية حتى اللحظة وقال مصدر امني ان البقماء اغتيل في ساعات متأخرة من مساء امس من قبل مسلحين مجهولين في مديرية الوادي شرقي المحافظة واوضح المصدر ان المعلومات التي حصلت عليها الاجهزة الامنية تقول ان البقماء جاءه اتصال من شخص طلب منه الخروج من منزله في مديرية الوادي بمفرده وعندما حاول مرافقيه الذهاب معه الرفض ذلك وقال لهم معي مقابلة مع احد الرجال وهو في انتظاري على الطريق وذكر المصدر ان البقماء انطلق على متن سيارته وحيدا باتجاه الجهات القبلية من منطقة الجثوة على الطريق الترابي في طريقه للمكان الذي اتفق معه من تواصل معه بالاحذور اليه وذكر المصدر ان البقماء قتل داخل سيارته برصاص مسدس كات صوته اطلقها عليه مسلح يستقل سيارة اخرى قبل تجاوزه سيارة القيادي السلفي البقماء ولفت الى ان البحث الجنائي يتسلم جولات واغراض البقماء ويواصل البحث في مهمه لكشف المتهمين بارتكاب الجريمة ولم تعلن سلطات مأربة حتى الان تفاصيل الجريمة التي طالت قياديا اشتهر بمقاومات ميليشيا الحوثي في جبهات عدة ابرزها كتاف بمحافظة صعد المعقل الرئيس للميليشيا قبل ان ينتقل مؤخرا الى مأربة ضمن ترتيبات عسكرية لتشكيل قوات الوية اليمن السعيد بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية وكانت ميليشيات الحوثي اصدرت مطلع نوفمبر الماضي حكما باعدام عبدالرزاق البقماء بجانب اخرين من القيادات المناهضة للانقلاب ووجهت بمصادر ممتلكاتهم ومنازلهم الواقعة في مناطق سيطرتها